بحيضا الاكزامبل بدي استعرض اخر طايف ناتورك ادرس ترانسليت يلي هو النات او نسميه الاتورت ادرس ترانسليت الاتورت ادرس ترانسليت بتتم الترانسليشن باي بمعنى تاني كل الناتورك فيه تطلع على نفس الـ public IP ادراس ولكن كل واحد الراوتر يلي هو الاتج راوتر بهالحالي الـ ISP1 بيعمل جنوريت لراندم بورت بشكل انه الرسورس سورفر او الانترنت او اي شي انا عم بروح عليه اونلاين بدو يرجع يرد على نفس البرت يلي عمله جنوريشن ISP1 ولكن تنبلش اول او الانترنت كذلك الامر اي نيد تو بيرفورم استاتيك نوت لانه هون في عندي 1-to-1 مابين لاتس دو ذا على قلب الـ ISP1 فوت على الـ Enable Mode برجع بقال له ConvT بكتوب IPRoute 0.0.0.0 كمان 0.0.0 وعلى الـ Giga Ethernet يلي هي 0.0.0 كذلك الامر على الـ ISP2 بروح على الـ CLI كمان برجع بقال له Enable بقال له ConvT ومجدداً IPRoute وهالمرة اي ناتورك من اي ساب نات اكيد انا على الـ Giga Ethernet 0.0.0 حسب ما نبين عندي بهيدي الطبولوجي This is the exit interface على الانترنت خلصنا الـ Default Static Route خلونا نعمل الـ Static NAT على الـ ISP2 فاذا تنعمل له منقل له IP NAT Inside هالمرة Source اكيد بدا تكون Static منرجع من الـ 192.168.10.1 يلي هو الـ Resource Server شو هي الـ Public اللي بدي يطلع علي 8.8.1.3 وأكيد I need to define my interfaces فإذا الـ Interface Giga Ethernet 0.0 هيدا هو الخارجي IP NAT Outside برجع بعدين بعمل Exit وتاني انترفيس اللي هو التاني Giga Ethernet هو بيكون الـ IP NAT ولكن هالمرة الـ Inside برجع بعمل Exit وأكيد Do Right وخلصت الـ Configuration على الـ ISP2 تنكمل هلا على الـ ISP1 بجي على الـ ISP1 أنا I need now to use PAT NOT overload أول شغلي بهايدي الحالي أنا عندي كل هيدول الـ PC بدون يظهروا بنفس الوقت ممكن يكون عندي مش بس هيدا الـ Network ممكن يكون فيه نتروك تاني على الـ ISP1 كمان بدون يظهروا على الـ Internet سو I can I select the traffic يلي بدي يه بالـ Access List بحسب أنا شو بدي بهالحالي أنا حاعتبر انه كل هيدا الـ Network وأي نتروك جايه بالمستقبل كمان كمان بحقلة تظهر على الـ Internet تعمل translation يعني على الـ Public Space بأجي هالمرة بقول أنا بدي استعمل Access List فينا نستعمل الـ Named أو الـ Number فإذاً أنا حاستعمل الـ Number بيجب يقول له أنا IP Not Pool أكيد الـ Pool يلي أنا بدي إياها حاسميها My Pool حاسميها بهذا الـ Format Camel Case Format حاقل له الـ IP Address أنا يلي ما عندي غيرها هي 204 هي لـ Starting .0.0.1 وأكيد آخر واحدة هي نفسة زيتها هالمرة شو الـ NetMask يلي بيجمع لي هايدي الـ IP لوحدة هو One Single Host فإذاً 255 .255 .255 .255 .255 .255 .255 عملنا الـ Pool عملنا الـ Access List Now I need to write my Not Statement فإذاً هالمرة بقل له IP Not Inside ولكن هالمرة الصورس بدي تكون List يلي رأمه One على مين؟ على Pool يلي اسمه My كمان برجع بحط Pool ولكن هالمرة I need to overload شمعنا ته Overload؟ يعني عم بستعمل One Single IP Address أن I need to use different Ports إذا كان في عندي different traffic بدون يطلعوا على الـ Public Space فإذاً بكتب الكيورد اللي هي اسمه Overload وبعمل Enter Now we need to define our interfaces فإذاً بقل له انترفيس هالمرة بيجيب له الـ Giga Ethernet 0.0 موجود عندي على الـ Outside IP NAT Outside برجع كذلك الأمر بعمل Exit وتاني انترفيسي اللي هو الـ Giga Ethernet 0.1 بيجيب له IP NAT هالمرة Inside برجع بعدين بعمل Exit وهيك بكون خلصت الـ Configuration وما ننسى نعمل Save خلونا نجرب هالمرة بدي User One يعمل Ping على 8.8.1.3 لذا لنفعله تايمشي الحالة عندي أنا بيجي على قلب الـ User One بيجي على قلب الـ User One شو بدي أعمل؟ بقل له هالمرة تايمدر يظهر بروح على Desktop بروح الـ Command Prompt وبقل له هالمرة Ping to 8.8.1.3 وبرجع بعمل Enter وخلونا نشوف شو اللي هيصير بعد ما خلصت وشفت نحظت أنه صار في عندي ثلاثة Request Timed Out لأنه كان عم بيمشي الـ ARP مش مشكلة أما الـ Replay الأخيرة تمت بنجاح ولكن نقدر نحنا نشوف شو اللي صار هنجي نحنا نفوت على الـ ISP One وبقلب الـ Privilege Mode في عندي كماند اسمه نحن نشوف شو IP وهالمرة بقل له نات وبقل له هالمرة Translations أرجيني كل الـ Translations اللي تموه بعد ما عملت شو IP نات Translations هلاحظ أنه الـ Inside Global يلي هي الـ Public IP Address يلي هي ترجمة الـ Local ترجمة الـ IP استعملوا بورت نمبر 2 تقوموا بروحوا على وين؟ على الـ 8.8.1.3 ولكن بيمامنوا عمل generate لـ 3 ترافيك فكل واحدة منهم أخدت بورت مختلف أكيد هلأ أول واحدة ICMP إذا بدور تدل الـ Resource Server سيستعمل أي اي بي تيرد سيستعمل 204 تنحلي هالإكزامبول أكتر دعونا نسكره نروح على Simulation Mode ودعونا نعمل generate كمان من User 1 هروح على Command Prompt وارجع عمل ping من أول وجديد هقل له هالمرة ping على نفس الـ IP Address ودعونا نشوف شو هيصير ونمشي step by step راح على قلب الـ Switch راح على قلب الـ ISP1 إذا بوقف هالمرة على الـ PDO اللي موجود هون وبلاحظ شو عم بيصير هلاحظ أنه في عندي الـ Inbound والـ Outbound الـ Inbound يعني أول ما فات بالـ Router الـ Router بيعرف بوجود الـ Private وبيعرف بوجود الـ Public فإذا بقلب الـ Inbound هلاحظ أنه أنا عندي الـ IP Packet هون السورس هي 192.168.10.1 which is logical لأنه ما عنده مشكلة بيحكي مع الـ Private ولكن الـ Public اللي بدي يروح عليها هي 8.8.1.3 يعني بمعنى تاني أنا يلي تم عندي هون الـ Destination IP اللي عم بروح عليها ما بقدر أعرف إلا الـ Public ما بقدر أعرف الـ Private تبعية الـ Resource إذا برجع هالمرة بسكر هايدي وبكمل على قلب الـ Internet خلونا نشوف بالـ Internet شو حيصير إذا بدي يشوف شو اللي عم بيصير عندي بالـ ICMP أنا بقلب الـ Internet برجي أنا علي اللي موجودة هون بعمل double click وبلاحظ أنه بعد ما أعمل double click هفوت على الـ Inbound وحلاحظ بالـ Inbound في عندي Source Public والـ Destination Public جي من الـ 20.0.0.1 ورايح على الـ 8.8.1.3 طب ليش على الـ Internet لأنه هون ممنوع يتواجد عندي برايفت سواء من ISP-1 أو على ISP-2 إذا برجع أبكملها مرة وبتروح على الـ ISP-2 وبكبوس عليها هلاحظ أنه إذا بروح على الـ Inbound هلاحظ أنه تنينتهم قسيهم برايفت لأنه أنا قسيني بالـ Inbound كأني موجود برا أما بالـ Outbound Outbound يعني أنا بدي أظهر هلأ لجوة هلاحظ أن هي جاية من الـ Source 20.0.4 ولكن همرة الـ Destination صارت مين تمت الترانسليشن صارت الـ Private تبعية الـ Resource بهايدي الطريقة أنا بقدر أستفيد من الـ Nat طبعاً الـ Nat هي أكتر واحدة نحن بنستعمله لأنه إذا كان في عندي ISP بيضي يظهر كزاكاستمر على الإنترنت لذلك يجب أن يتواجدهم جميعاً